بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة الكهف كما ذكرنا هي عبارة عن أربع قصص القصة الأولى أهل الكهف ثم صاحب التنتين ثم قصة سيدنا موسى مع الخطر والحلقة الأخيرة هي ذو القرنين حقيقة نزلت صورة الكهف عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة بعد البعثة قبل الهجرة الأولى للحبش وفي هذه الفترة قد اشتد إيذاء الكفار والمشركين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل بشع جدا جدا وهي طبعا رسالة عظيمة لله سبحانه وتعالى بتوضح له كيف تكون مصير الدعوات وكيف تكون مراحل الدعوة أهل الكهف مراحل القهر والاضطهاد والظلم والبطش الذي تعرض لأهل الكهف مثلما كان الهجرة الأولى للحبشة ثم بعد ذلك فتنة الحياة الدنيا بصاحب الجانتين ثم نصاء حامة جدا جدا لقيامة دولة الرشيدة اللي هو التفكير الرشيد اللي هي قصة سيدنا موسى مع الخضر ثم بعد ذلك يأتي تمكين الله وقد حدث أن الله عز وجل مكن لدينه في الأرض في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقامت الخلافة الإسلامية ثم وكانت في أوجهها في زمن الدولة الأموية وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة ستقوم جديد إن شاء الله لهؤلاء الذين يسعون حقا للعمل لدين الله عز وجل ويسعون لأن تكون كلمة الله عليا وكلمة الذين كفروا السفلة هذا نموذج لمراحل الدعوة حتى يصل إلى التمكين وهي قصة زي القرنين من هو زي القرنين؟ هو كلمة زي القرنين بتعني قرنين الشمس يعني أقصى الشرق وأقصى الغرب وكان زي القرنين يمتلك أقوى جيش في العالم لأن الذين ملكوا الأرض ملكان مؤمنان ملكوا الأرض وملكان كاثران المؤمنان سيدنا سليمان عليه السلام الذي سخر له الرياح والجن والطير وكان يعلم كل لغات الطير والحيوانات وكل شيء والثاني هو زي القرنين والملكان الكاثران هو النمرود الذي كان في زمن خل إبراهيم وبخت نصر زي القرنين هذا الله عز وجل منحه كل سبل القوة كما يقول ربنا عز وجل ويسألونك عن زي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراء يعني ما سيذكر الله عز وجل لنا في القرآن الكريم هو ما يفيدنا من زي القرنين هو الزكر هو الدرس هي التذكرة هي الفائدة ليست ذكر أساطير وخيالات مثلما في كذب أخرى وفي أساطير أخرى لا ما يذكره الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز عن زي القرنين هو الذكر والتفكر وتعلم الدروس المستفادة يقول ربنا عز وجل إنما كان له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببه فأتبع سببه يعني ربنا عز وجل مكنوا من القوة والعلم والقدرة وأعطاه الله عز وجل كل سبل القوة والتمكين في الأرض فأتبع سببه ماذا فعل زي القرنين هذا الرجل الصالح هذا الحاكم العادل أنه أخذ كل وسائل القوة التي منحها الله عز وجل أخذها سبيل للسعي في الأرض لنشر الخير وقهر الظالمين وتعليم الناس خير الدنيا والآخر هو الحياة زي القرنين الآن بثلاث رحلات الرحلة الأولى كانت إلى أقصى الغرب والرحلة الثانية كانت إلى أقصى الشرق والرحلة الثانية كانت بين سدين يعني جبلين كده وبينهما فجوة ففي الرحلة الأولى كما يقول ربنا عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قومة كانت أمة عظيمة جدا بتسكن الغرب وكانت أمة تقهر البشر وكان عندها من الصوت والسلطان ولكن في القرنين كان جيشه أقوى طبعا فماذا فعل هو قهر الظالمين وربنا عز وجل حكمه في هذه الأمة العظيمة القوية التي فيها قوة وجبروت قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة وسبحان الله هنا بقى حتم هم لا بد أن أتعلمه جيش الذي يحكم بما أنزل الله عز وجل وإن شاء الله هذا قادم لا محالة لأن أمر الله عز وجل نافذ هذا يعتبر قدر الله في الأرض فربنا عز وجل أعطاه أعطاه الحكم وأعطاه الرأي السديد يفعل ما شاء في هذه الأمة سبحان الله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة ماذا قال ذا القرنين قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النقر الحال العالم المتخبط الذي يعيش في العالم الآن بتلاقي القوة التي تحكم العالم قوة مجرمة قائمة على المصالح وقائمة على ابتزاز الناس ونهب صرواتهم الخلافة التي يعمل لها المسلم الصادق الحقيقة والخلافة التي عمل الصحابة حتى تمكن النظام الإسلامي أن يسود العالم وأنشر الخير والبركة والرحمة والنور بما فعل ذا القرنين ما فعله ذا القرنين قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النقر وأما من آمن وعمل صالحا فله جزائنا الحسنة يعني له الجنة وسنقول له من أمرنا يسرى سنيسر له أموره وسنكون سندا له لتيسير أموره والحقيقة لا تستقيم هذه الدنيا إلا أن ينصر الصالحين المصلحون في الأرض يمكنهم وينصرهم نقول لهم قولا يسيرا ونيسر لهم عمالهم أما الظالمين القاهرين الذين يبتزون الناس لابد أن يقهروا في الأرض وطبعا ده يعطوا من علامات إلى الخلافة الإسلامية الرشدة طيب دي الرحلة الأولى طيب الرحلة الثانية لما ذهب ذو القرنين إلى أقصى الشرق ثم أتبع سببه يعني تحول من الغرب إلى الشرق على فكرة درسي مهم جدا إن ذو القرنين كان يملك أقوى جيش في العالم يعني عنده من القوة والسطوة والسلطان ما نمشي في القصور مثل ما يفعل في دولنا أبدا ده كانت حياة كلها صفر وهجرة في سبيل عز وجل لقهر الظالمين ونشر الخير وتعليم الناس خير الدنيا والآخرة بعد أن أكمل ذو القرنين رحلته إلى الغرب تجاه الغرب فقهر الظالمين وأقام العدل ونصف المظلومين وده أمر مهم جدا في إسعاد البشرية وانتشار الخير والانتعاش الاقتصادي والانتعاش النفسي وتحقيق السعادة في العالم اللي هو قهر الظالمين وإنصاف الصالحين توجه بعد ذلك إلى الشرق ثم أتبع سببه يعني غير اتجاهه من الغرب إلى الشرق ماذا وجد؟ وجد أمة جاهلة كل الجاهل لا يعرفون أي شيء عن كل شيء حتى أن أجسامهم عارية لا يعرفون شيء اسمه الملابس يعني فماذا فعل ذو القرنين؟ بقى معهم بجيشه علمهم كيف يلبسون وعلمهم بناء البيوت وعلمهم الزراعة وحول ودي طبعا وهدف الخلافة الإسلامية الذين يحاربون الخلافة الإسلامية إنما يحاربون الله ورسوله حقيقة لأن معنى الخلافة الإسلامية أن يحكم هذا العالم بنظام الله عز وجل في الأرض بالقرآن الكريم ويستفيدوا الناس من خير هذا القرآن وخير هذا النور الذي بدأت بيه سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجة القرآن ده منهك حيال إدارة العالم على خير وجهه إن شاء الله والنموذج النهائي بعد كل القصص ديت هو ذو القرنين طبعا هو غير حياتهم تماما علمهم الأبنية وعلمهم الزراعة وعلمهم يكونوا بن أدمين وطبعا الحقيقة للأسف عندما يحكم العالم يقوم على بناء المصالح على قوة متجبرة بتدعي الدموقراطية وتدعي تحقيق العدالة للناس وطبعا كل هذا كلام زائف ولكن الواقع أن هناك ملايين من الناس تدور جوعا وملايين آخرين في ظلم وطبعا هذا ليس النظام في خلاف الإسلامي حتى إذا بلغ مطلع السمس وذها تطلع على قوم لم نجعل لهم دونها سترة يعني حتى لا يعرفوا أن يحموا نفسهم من إيه من أشعة الشمس ثم بعد ذلك توجه إلى بين السدين منطقة تلتة بقى اللي هي غير الغرب وغير الشرق اللي هي منطقة كانت صعبة جدا كلها منطقة جبلية صعبة جدا وكان بينها جبلين عظيمين وبينهما إيه فتحة بين هذين الجبلين اللي هي بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ناس طمعا ليس لهم علم حتى بالكلام يعني قالوا يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا يعني نديك مقابل على أن تجعل بيننا وبينهم سد طبعا ذي القرنين بهذه القوة وهذه الإمكانيات العظيمة كان كل عمل الله صحوه وتعالى ولا يأخذ أجر على ما يفعله سبحان الله هذه الخلافة الإسلامية فماذا قال لهم ذا القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما يعني أستعينوا بقوتي وقوتكم في أن نجعل حاجز بينكم وبين أجوج ومأجوج الحالة فيها أقول كثير جدا بتتكلم عن أجوج ومأجوج ليس هذا الموضوع ربنا عز وجل لم يأتي بتفصيل عن أحوالهم ونحن لن نتكلم في ذلك بعضهم يقول لهم غير آدميين وبعضهم يقول لهم آدميين مجرمين هذا أمر يعني الخوض فيه وفيدنا بشيء نحن نركز على المدلولات القرآنية والألفاظ القرآنية بمعانيها الزاهرة ماذا فعل قال آتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد الكبيرة وضعها ذو القرنين في هذا المكان الفجوة بين الجبلين ثم جاء بالنحاس اللي هو المزاب ونفخ بنار قوية جداً حتى أذاب هذا الحديد مع النحاس فكانت قطلة صلبة بين الجبلين فحال بينهم وبين ايه؟ ذو القرنين وذلك يقول ربنا عز وجل بعد أن قال ذو القرنين آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين اللي هما الجبلين ده جبل وده جبل دول الصدفين الحديد ساوى بينهم يعني من الأرض حتى النهاية هذا ما فعله ذو القرنين من قطع الحديد والنحاس المزاب قال انفخه يبقى نار حتى زاب وساح هذه الفجوة التي بين الايه؟ بين الصدفين يعني بين الجبلين فماذا فعل؟ حالة بينهم وبين ذو القرنين فيقول ربنا عز وجل فمستاعوا أن يظهروه ومستطاعوا له نقبة يعني لم يقدروا أن يتجاوزهم هذا الايه؟ البناء الجبلين مع السد اللي منهم أو يخترقوه فمستاعوا أن يظهروه أمستطاعوا له نقبة ثم قال ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي تاني مهم بقى هو انساب الفضل لله عز وجل يعني لا يجوز أبدا أن ينسب الفضل والقوة إليه إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل هو الذي أعطاه ولذلك هو ألف قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة يبقى ينسب القوة لله سبحانه وتعالى وينسب الفضل لله سبحانه وتعالى إن ربنا عز وجل هو العاطي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذه القوة ثم قال قال هذا رحمة من ربي اللي هو إيه هذا السد المنيع الذي جعله بين الجبلين برضو بينسل الفضل الله سبحانه وتعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا لما بيأتي يوم القيامة سينهار هذا السد الذي بين الجبلين وسيدغى يأبوك مأبوك في الأرض ولذلك الآية التي بعدها تقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا سيدغى يأجوج ومأجوج إفسادا وتغيرا في الأرض عند يوم القيامة أو من علامات يوم القيامة وانهيار هذا السد مكن الله عز وجل لذي القرنين فأقام العدلة وأقام الرحمة وقال هذا رحمة من ربي هذه الرحمة هو منهج الله عز وجل هو طريق الله المستقيم حيث أنه رحلة الشر رحلة الغرب الأول قام فيها بقهر الظالمين وانصف الصالحين ثم بعد ذلك رحلة الشرق قام فيها دول قرنين بتعليم الناس يعلم العلم لأن هؤلاء قوم كانوا لا يجدون حماية أنفسهم من الشمس ولا يعرفون زراعة ولا يعرفون بيوت ولا أي شيء فعلمهم حتى كانت رحمة الله عز وجل بهم ثم بعد ذلك هو حماية المستضعفين ودنق طب هم جدا إنه جعل سد بين يأجوج ومأجوج وبين الناس حتى لا يؤذوهم وكانت في كل مرة ينسب الفضل الله عز وجل مثل ما قال قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينونه بقوة بينسب الفضل الله عز وجل ومرة أخرى قال هذا رحمة من ربي أول حاجة هو قهر الظالمين وانصف الصالحين والأمر الآخر هو تعليم الناس الخير والأمر الثالث هو حماية المستضعفين مثل ما حمى الناس منذ القرنين ببناء السد وفي الآخر أنه ينسب الفضل الله عز وجل لأن الله عز وجل هو صاحب الفضل والحقيقة يعني تتم الأمر أن تطبيق منهج الله عز وجل في كل مراحل الدعوة إذا كانت قهر أهل الكهف أنهما كانت رحمة الله عز وجل باتباع منهج الله عز وجل قالوا ربنا أتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا الرشدة والأمر الثاني سيدنا الخضر يقول ربنا عز وجل أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدننا علما وجاءت الرحمة في موضع ذو القرنين عندما قال ذو القرنين قال وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا انتهت قصة ذو القرنين وفي آخر سورة الكهف يأتي تعقيب جميل ورائع جدا لتلخيص السورة وربنا عز وجل يأتينا بالنتيجة بائية الرائعة الجميلة التي نستفيد بها من نورانيان سورة الكهف حلول سورة الكهف أربع قصص وتعقيب مقدمة وتعقيب بسيط أو قليل بعد قصة أهل الكهف وتعقيب مطول بعد صاحب الجنتين عشان تفيد للدنيا لمعظم الناس بتقع فيها ثم يأتي بعد ذلك ختام للصورة كلها وهو تلخيص وإجاز لخيرات ونورانيات وبركات هذه الصورة ويقول ربنا عز وجل لحبيب محمد قل يا محمد ثلاث حاجات أول حاجة بقية قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا شب بقى إحنا عايزين نربط ما بين إحنا كنا قلنا إن المهمة أو ربط مقدمة الصورة مع مؤخرتها لو تريد أن تتضبر القرآن بجيد ركز أوي وتأمل في مقدمة الصورة وركز أوي في المؤخرة لأن ده بيعطي لك الظلال عن الصورة كلها في المقدمة ربنا عز وجل تكلم عن الحياة الدنيا وأنها زخرف وهم زينة إنها جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل لنبلوهم يعني نختبرهم الناس هنا بينقسم خسمين في قسم بينجح في الامتحان وقسم بيرصب فربنا عز وجل هنا بيتكلم عن أخصرين أعمال اللي هم رصبوا في الامتحان اللي هم ضلوا زي صاحب الجناثين الكافر اللي هو قال أنا أكثر من كبالا وأعز نفرح ودخل جنته وظالمه لنفسه ده رصب الامتحان فربنا عز وجل بقول له يا محمد قول ثلاث حاجات قل يا محمد قل هل نبئكم بالأخصرين أعمال اللي هم رصبوا في الامتحان ما هي المحصلة حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ما معنى حبطت الحقيقة حبطت في اللغة مرض بيصيب الحيوانات لما تأكل حاجة فيها سم وتنتفخ بطنها سم مع ذلك تموت هي دي الزينة بقى نحن قلنا في زينة وفي قيمة الحياة الدنيا زينة ربنا يقول في بداية الصورة إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم مش قيمة القيمة هي الحقيقة السابتة العمل الصالح الذي يؤدي إلى الفوز في الآخرة فهؤلاء الذين رصبوا ربنا عز وجل هؤلاء هم الأخصرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع يبقى هم وقعوا في الزينة ورسبوا فيها ولكنهم لم يلوزوا بالقيمة وهي العمل الصالح للآخرة بإذن الله والأمر الثاني قل الثانية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يبقى هنا بقى عزمة القرآن مثلما حمد الله عز وجل نفسه في بداية الصورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجة قيمة هنا بقى تكمن لنفس المعنى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يعني لو نفذنا البحر ده عبارة عن حبر وقعدنا نستخدم هذا الحبر عشان نصف ونعدد ونشرح ونوضح عزمة هذا القرآن سينفذ هذا البحر ولو جئنا بمثله مددا حتى لو جبنا كمان حبر قد البحر تاني وثالث لن يا عزمة حاجة بقى يعني ايه عظمة بلا حدود ودي بقى درس عظيم لاستفيد من سورك الكهف وهو عظمة هذا الكتاب والحقيقة اي انسان بيكون بعيد عن هذا الكتاب فهو فيه ضلال مبين ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الحقيقة بقى القرآن الكريم ده روح خذوا ربنا عز وجل وكذلك او حين اليك روحا من امرنا ما كنت تددي من الكتاب والايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لا تهدي الى صلاة المستقيم يبقى عظمة هذا الكتاب انه شفاء للصدور وحل الجميع مشاك هذا المنهج الحقيقة القرآن عبارة عن منهج حياة الانسان لو صار على هذه القرآن فكل مشاكله ستحل ولن يرى كدرا ولن يرى نغصا ولن يرى فشلا بل ستكون حياته كلها خير والحياة احنا قلنا ان صورة الكهف دي نور تجعل بين الجمعتين نور وهي الحياة نور اذا جعلت الخرآن الكريم منهك حياتك ستكون حياتك كلها نور بسلام يؤكد ربنا عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفض البحر قبل ان تنفت كلمات ربي ولو جئنا بمثله ماذا قل السالسة بقى وديل بقى الخاتمة الهامة والضرورية عشان تعطيك المعنى الكامل للصورة قل انما انا بشرا مسلكم يوحى الي انما الهكم الله هو واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا احنا قلنا ان الصورة دي تتكلم عن التوحيد مطلع الصورة يصبح عن صلى الله عليه وسلم انه عبد الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب سبحان الله يبقى الرسالة والسلام عبد ليس مثل ما يقول النصارى وينزر الذين قالوا اتخذ الله ولده دي من ابشع صور الشرك واتخاذ الولد لا ده في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قل انا بشرا مسلكم قل انما انا بشرا مسلكم يوحى الي انما الهكم الله هو واحد يبقى تعظيم الله عز وجل في اية اخرى يقول ربنا عز وجل لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعة سبحان الله يعني حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ذرا ولفعه فالأمر كله لله وأهم حاجة يعمل عملا صالحا للقاء الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشتكي بأي ربي أحدا لأن يوم القيامة سنلقى الله عز وجل كل مننا سنلقى الله بانفراد سبحان الله يقول ربنا عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا والحديث واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترزمان فينزر أي من منه فلا يرى إلا ما قدم وينزر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم سبحان الله لن ترى إلا عملك يوم القيامة ووضع الكتاب كما ذكرت في سورة كهف أيضا فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما يعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قاتمة الصورة أن هناك لقاء مع الله عز وجل والإنسان لا بد أن يعمل صالحا ولا ينخدع بزينة الحياة الدنيا ويعظم الله عز وجل في حياته لأن الله سبحانه وتعالى هو العظيم وهو رب العالمين